نبدأ بالملف العراقي فصورتان للأزمة اليمنية اليوم تظهر جليا وتظهران جليا وتأبيان إلا الارتباط ببعضهم البعض هدنة لا ينفك الحوثي يخرقها وحوار تريد الرياض أن يكون نموذجا ناجحا للحل الذي يكرس تلك الهدنة وفي الحالتين يبدو أن عوامل النجاح أقل من عوامل الفشل أو على الأقل المراوحة في المربع ذاته مثل سباق على مسارات متعددة وسط عوائق لا حد لها تبدو الحالة اليمنية بين هدنة هشة وحوار طموح الأهداف يحاول اليمنيون قطع الخطوة الأولى نحو الخروج من حلبة السراء الهدنة فرضها وضع إنساني صعب وسط اقتتال داخلي أدى لتظهر حاد في الأحوال المعيشية لآلاف المدنيين هدنة طرحها التحالف العربي ولم تقابل بالتجاوب من الحوثيين وحلفائه الحوار طرحته القيادة اليمنية ويحظى بدعم وتشجيع خليجي ولكنه يبقى حوارا غير مكتمل الأطراف بغياب الحوثيين عنه هدف الحوار طموح جدا بالنسبة للحالة اليمنية الراهنة الهدف الكبير للحوار هو وضع اليمن على طريق الاستقرار عبر آليات سياسية واضحة فشعبنا ينتظر الخلاص ويتوق للاستقرار والبناء والنماء ويكفيه ما هو فيه من العناء ولكن يتحقق ذلك إلا بإنهاء الانقلاب ودعم الشرعية وعودة المؤسسات الدولة ونزع السلاح وبسط صلدة الدولة على كافة أراضيها والالتزام بالمسار السياسي لكن الطريق إلى يمن مستقر ليس مفروشا بالورود ولا حتى ممهدا للسير لأننا هنا لناظل من أجل استعادة وطننا المغتصب الوطن الذي أنهكته الماليشيات وأنقلبت فيه كل المخرجات وصادرت العملية السياسية التي أنتجتها المبادرها الخليجية وآلية التنفيذية مستخدمة سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض يوجد طرف معطل الحوثيون لم يحترموا الهدنة رغم طبيعتها المؤقتة ومقصدها الإنساني خروقات متعددة في مختلف محافظات اليمن عطلت من تدفق الإمدادات للمحتاجين هذا الحضور المزعج على الأرض يقابله غياب مطلق عن طاولة الحوار صورة متناقضة تفرض تساؤلات عن فرط نجاح أي تفاهمات قد يتم التوصل إليها خلال مؤتمر الرياض أول الأسئلة كيف يمكن تبريد الحالة اليمنية وصولا إلى هدنة طويلة الأمد الوصول لهدنة كهذه يتطلب تعطيل الدور المعطل للحوثيين على الأرض تعطيل الحوثيين لن يتم إلا عبر القضاء على ما في حوزتهم من سلاح أو تقليصه على الأقل مهمة تعني أن سئناف العمل العسكري يبقى احتمالا مطروحا المهمة التالية هي كيفية تحويل الميليشيات الحوثية لطرف في عملية سياسية فاعلة إلى حد الآن علينا أن ندرك أنه لا يمكن التوصل إلى حل سلمي دائم إلا من خلال استئناف الحوار السلمي الذي يشمل الجميع دون ما استثنائه فالمبادرة الخليجية لم تنجح في تحقيق التوافق إلا من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامي وضعا يبدو مثل أحجية معقدة أو كرة غزل تشابكت أطرافها يعول المشاركون في مؤتمر الرياض على التحالف العربي خاصة دول الخليج كداعم للشرعية ومدافع عن وحدة واستقرار اليمن وتأكيدهم الدائم والمتواصل بالوقوف مع الجمهورية اليمنية ومساندتها للخروج من المحنة التي قادتها إلى قوى الشر التي قادتها إليها قوى الشر التي لا تريد الخير لليمن وشعبه هذا الوضع اليمني المعقد يقلل كثيرا من الرهان على نتائج وقرارات مؤتمر الرياض رغم حسن النوايا فالمؤتمر ليس عصا سحرية ستفتح أبواب الحل الموسضة لكنه يمكن أن يكون عصا يتوكأ عليها اليمنيون لبلوغ ولو أول أبواب الخروج من النفق الآن إلى الشأن العراقي إلى الأنبار تحديدا فالرماد عاصمة الأنبار وقلب المحافظة النابض باتت تحت سيطرة تنظيم الدولة ما كانت تعتبر قبل أيام فلولا بنظر الحكومة العراقية باتت تسيطر على مركز العمليات في المحافظة ولم تبقى بيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلا الاستنجاد بالحجد الشعبي خطوة قد تغير موازين القوى مع داعش لكنها ستشعل فتيلة أزمة لم تكد تخمد نيرانها في تكريت يتخلى حيدر العبادي عن عباءة رئيس الوزراء ليرتدي بزة القائد العام للقوات المسلحة العراقية فيدعو مسلحي الحجد الشعبي للاستعداد مع القوات المسلحة وأبناء العشائر لتحرير الأنبار من داعش 24 ساعة كانت كافية ليسيطر التنظيم المتشدد على معظم أرجاء مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بما في ذلك مركز قيادة العمليات قبل أن يتدخل العبادي متسلحا بموافقة شيوخ العشائر على ضم مسلحي الحجد الشعبي إلى جهود تطهير المحافظة من داعش في شوارع الرمادي لا صوت يعلو فوق صوت رصاص مسلحي داعش انسحبت القوات العراقية بشكل عشوائي بينما بقي أكثر من مئة عنصر من لواء الرد السريع محاصرين بمنطقة الحوز وسط الرمادي أرقام رسمية أولية تشير إلى مقتل خمسمائة من المدنيين والقوات الأمنية خلال يومين إلا أن المسؤولين المحليين يحذرون من الأسوأ إن لم تتلقى المحافظة الدعم الكافي لمواجهة مسلح داعش داعش سترتكب مجازر إنسانية كبيرة في محافظة الأنبار وبالمقابل هناك إصرار من قبل أبناء المحافظة إذا ما توفر لهم الدعم وبعون الله سيتوفر لهم الدعم على أخذ المبادرة والسيطرة وإعادة السيطرة على المنادق التي اختصبت من قبل تنظيم داعش معركة الرمادي معركة جوهرية محورية في صدام العراق مع داعش هي معركة الأبعاد المتعددة فهنا مركز أكبر محافظة بالبلاد هنا أيضا أول مواجهة مباشرة بين كبرى العشائر السنية العراقية وتنظيم الدولة هي معركة الاختبارات الحاسمة في حرب طويلة الأمد هربوا من الموت على يد داعش وحملوا بقايا حياتهم إلى مدينة السلام بغداد ينشدون السلام على أبوابها توقفت رحلتهم لأسباب يصفها البعض بالطائفية وإن استمر الحال فربما يكون أهون الشرين هو الموت جوعا على أبواب العاصمة بدل العودة للذبح بسيف داعش هكذا كان الجسر الرابط بين الرمادي وبغداد قبل أشهر حركة عادية بين أهالي المدينتين إلى أن أجبرت قذائف مثل هذه كثيرين منهم على الرحيل هؤلاء يعتبرون من محظوظي أهالي الرمادي بمن غادروا قبل أن تطأ أقدام مقاتلي داعش منطقتهم وتكسر أبواب منازلهم بعضهم لا يعتبر في ذلك حظا عندما يصلوا إلى جسر بزيبز معبرهم إلى بغداد فلم يعد من السهل دخول المدينة التي لم تعد قادرة على استقبال المزيد من النازحين حسب المسؤولين خلال يومين بدأ تنظيم الدولة هجوما موسعا على مركز محافظة الأنبار ونزح أكثر من ثمانية آلاف شخص بسبب ذلك إلى بغداد وقبلها بأسابيع قليلة سجلت موجة نزوح واسعة من الرمادي تفوق سعتها مئة ألف شخص تؤكد المصادر والصور قرار قيادة عمليات الأنبار منع المئات من العائلات النازحة من مغادرة الرمادي باتجاه بغداد على بعد ستة كيلومترات تقريبا من ناحية عامرية الفلوجة حيث جسر بزيبز نصبت لهم الخيام لكن الأوضاع تجعل البعض يفضل انتظار الموت على أيدي داعش بدلا من الجوع والعطش فالنازحون العالقون قبالة الجسر اشتكون هجر الطعام والشراب بطونهم لأكثر من ثلاثة أيام يقولون إن قيادة الأنبار تركتهم في منتصف طريق نهايته مجهولة ونهايته الأخرى قاتلة ما يعيشه سكان الرمادي جعلهم يغيرون مواقفهم التي رفضوا أن يحيدوا عنها قبل بدء المعارك من كانوا يرفضون بشكل قاطع مشاركة قوات الحشد الشعبية الشيعية في دحر داعش من مدينتهم خوفا من انقلاب الحليف عدوا كما حدث في تكريت أصبحوا أول المنادين بدخولهم المدينة حلهم يجعلون طريق العودة خيارهم الوحيد معنا الآن من عمان السياسة العراقي وأحد شيوخ شمر الشيخ فهران صديتش فهران مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار الأخبار اليوم عن الرمادي ليست مطمئنة على ما يبدو بحسب تنظيم داعش الرمادي أصبحت تحت سيطرة التنظيم الآن الاستعانة بالحجد الشعبي باتت مسألة ملحة هل برأيك ستتغير الأمور في حال مشاركة الحجد الشعبي في هذه العمليات؟ بسم الله الرحمن الرحيم أخ مهند العملية واضحة وكنا نمتوقعين هذا الأمر من بداية انسحاب الجيش اليوم بهذه الطريقة المضحكة والمخزية والمخجلة ومباشرة يظهر محافظ الأنبار ويطالب بيتدخل الحجد ونجد مباشرة بعدها وزير الدفاع الذي كان المفروض به أن يقدم استقالته قبل أن يطلب الحجد لأنه فشل وفشلت قواته ومن ثم يظهر رئيس مجلس الوزراء أيضا يطالب بيتدخل الحجد فنحن كلنا نعلم بأن هذا المخطط مرسوم وأنهم يريدون إدخال الحجد الشعبي إلى الأنبار هذا الأمر بعد أن رفض أهالي الأنبار دخول الحجد ولكن حاولوا أن يدخلونه بطريقة آخرى في تقريركم ذكر الأخ أنه عشائر أو قبال أو شيوخ الأنبار هم الذين طالبوا بتدخل الحجد هذا غير صحيح الذي طالب بدخول الحجد هو محافظة الأنبار ومجلس محافظة الأنبار وكان التصويت عبر الواتساب وعبر الفايبر فيما بينهم وبين رئيس الوزراء الأمر جدا خطير بالدخول أو عدم الدخول هو خطير بكل الحالتين اندخل الحجد ستكون هناك أيضا مجازر وستكون هناك تجربة قاسية كما حصلت في صلاح الدين وكما حصل في ديالة وجرفة الصخر وحزان بغداد أيضا سنجد نفس المصير لم يكن أسوأ من مصيرهم مع داعش الأمر الآخر أنا استغرب أن عمليات الأنبار تمنع المواطنين من الخروج لا أعرف إن كانت لديكم الشجاعة لماذا لم تقفوا في معسكركم وتدافعون عنهم تتركونهم في العراء عرضة للقتل وسيكونون ما بين الحجد وما بين الداعش هنا سيكون ضحايا كبيرة جدا ودخول الحجد على منطقة الأنبار سيكون فيه خسائر ليست بالبسيطة وسيكون هناك قتال شرس وستكون هناك ردة فعل قوية عند كثير من المواطنين شيخ فهران دعني أستوضح منك نقطة إذا سمحت أنت أشرت أو ألبحت إلى أن هناك نوع من المخطط ما جرى من تقهقر للقوات العراقية هي بمخطط مسبق هل هذا ما فهمت منك؟ ومن وراء مثل هذا المخطط برأيك؟ وراءه إيران وهذا واضح وجلي إيران تريد السيطرة على المناطق هذه ويتكون محاذية للسعودية وللأردن وأن تكون محاذية إلى سوريا وتؤمن خطوط إمدادها إلى سوريا وإلى بشار الأسد ومن ثم يكون الطريق متواصل السبب الذي أنا أقوله لماذا أن هناك عملية مدبرة انسحاب الجيش بهذه الطريقة نحن نعرف لم يأتي هناك مثلا قوات أخرى مثلا مع داعش أو قوات معززة إلى داعش بحيث أنها تستطيع أن تهزم ما هو موجود الجيش ونفس الأشخاص الذين موجودين هم من داعش موجودين في الأنبار إذن هذا الانسحاب المفاجئة وترك المحافظة برمتها أمام الداعش بانسحاب بطريقة عشوائية ومضحكة ومخزية للجيش العراقي للأسف الشديد كنت أتوقع أنا من حيدر عبادي أن هؤلاء الذين هربوا أول قرار يتخذه بإعدامهم وليس بطلب المساعدة من الحجد الشعبي فأن أعدم هؤلاء القادة حيدر عبادي عندها سأقول ليست مؤامرة وأنها مضطر أن يذهب إلى الحجد الشعبي لكن أن يخرج وزير الدفاع الذي يمثل الوجه العسكري والحامل وطن وسور الوطن ويطلب من الحجد الشعبي الدخول ثم ما هذه الصدفة ويصول وزير الدفاع الإيراني في هذه اليوم إلى بغداد هل هي صدفة؟ هل هي مرتبة؟ شيخ فران في الدقيقة المتبقية ما هو السيناريو الذي تتوقع في الساعات والأيام القليلة القادمة فيما يتعلق بهذه المسألة مشاركة الحجد الشعبي في عمليات الرمادي أتوقع انسحاب داعش ودخول الحجد الشعبي إلى محافظة الأنبار ومن ثم العبد فيها وفي أهلها وقتل أهل الأنبار هذا السيناريو المتوقع كما حصل في صلاح الدين وكما حصل في جرفة الصخر وكما حصل في ديالة هذا السيناريو متوقع جدا سيكون هناك انسحاب أمام هذه القوات عندما تدخل هناك حديث عن أنه هناك بعض العشائر السنية المشاركة الآن ضمن صفوف الحجد الشعبي حوالي ألف الرقم الذي يتم تداوله هل هذا صحيح من وجهة نظرك؟ عندما نتحدث عن ألف شخص مؤدلج ومشترى من قبل الحشد وعدد الحشد يتجاوز المية ألف فهو رقم بسيط جدا مع ما يسمى بالحشد الشعبي هذه هي عملية تغطية وعملية تمويه بأن هناك من العشائر السنية المساعدة هم رفضوا يسلحوا العشائر السنية نحن طالبنا وعندما رأوا أن هناك اتجاه دولي لتسليح أهل السنة قاموا بهذه العملية نحن نطالب بأن تسلح أشائرنا ونحن كفيلين بالدفاع عن أنفسنا ولكن لا يريدون هذا الأمر هم يريدون استلاح على مناطق السنة باسم الحشد الشعبي ولكن هو غطاء لإيران ودخول إيران وتغلغ الإيران والدليل وصوله زير الدفاع الإيراني اليوم وقادم من إيران إلى الحشد لكي يتهيأوا لدخول الأنبار شكرا جزيلا لك الشيخ فهران لصديد السياسي العراقي وأحد شيوخ شمر كان معنا مباشرة من عمان الآن بالعودة إلى الملف اليمني معنا من الرياض مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سعد السفير مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار بداية قبل أن أسألك عما جرى في الرياض الهدنة التي من المفترض أن تنتهي بعد أقل من ساعة حوالي أربعين دقيقة من الآن ما هو مصيرها أنت دعوت إلى تمديد هذه الهدنة خمسة أيام أخرى على الأقل هل هناك استجابة لهذه الدعوة الآن نعم شكرا لكم على استضافتي الحقيقة نحن تحدثنا مع جميع الأطراف وقمنا بحملة قوية من أجل تجديد هذه الهدنة ولدينا ما زلنا نتمسك بالتفاول أن سيكون هناك تجاوب مع طلبنا لتمديدها والحقيقة هو لأن الوضع الإنساني في اليمن وأنا كنت في صنعه قبل أيام كما تعلمون وطلعت بنفسي على الوضع الإنساني وكنت في اتصال يومي مع الفريق الإنساني الوضع الإنساني حقيقة كارذي ويتطلب تمديد هذه الهدنة لأن خمسة أيام لم تكفي لتوصيل كل المساعدات لكل المناطق اليمنية ولكن بالنظر إلى أنه حوالي نصف ساعة أو أكثر بقليل متبقية هل وصلتكم أي ردود فعل؟ أي استجابة من الأطراف فيما يتعلق بالتمديد؟ الحقيقة أنا خرجت مباشرة من الاجتماع لوصولي هون ولم يكن لدي اتصال مباشرة الآن ولكن كما قلت لكم لدي بوادر إيجابية ولكن القرار ليس قرار الأمم المتحدة كما تعلمون الرئيس اليوم الرئيس اليمن عبد الرب منصور هادي يعني دعا إلى انسحاب القوات الحوثية قوات التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعلى مناطق كثيرة في اليمن اليوم من هذه المدن التي استولوا عليها هل هناك أيضا أي مؤشرات على أن قوات الحوثي على استعداد للقيام بمثل هذا العمل؟ أنا كما تعلمون قمت ببعض المشاورات السياسية هنا أولا في الرياض التقيت بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي وكذلك بفخامة رئيس الوزراء السيد خالد بحاح وبكثير من الأطراف السياسية الموجودة في الرياض وبعد ذلك قمت بالزيارة لصنعاء والتقيت بالحوذيين والأحزاب السياسية الأخرى المختلفة بما في المؤتمر والحقيقة نحن في الممتحدة متمسكين بالفكرة أنه ليس هناك حل إلا حل سياسي ولكن نقول أن المبادرة التي لدينا والفكرة التي لدينا أن الإطار العام لهذه المفاوضات لازم أن يلتزم بثلاثة معايير هامة أو ثلاثة نقطة هامة النقطة الأولى هي تتعلق بالمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها النقطة الثانية هي تتعلق بالمؤتمر الوطني ومخرجاته والنقطة الثالثة هي قرارات مجلس الأمن بما فيما القرار 2216 الذي ينص كما تعلمون على الانسحاب وإذن نحن نرجو أن الأطراف اليمنية تتمكن من الجلوس على الطاولة الحديث في هذا الإطار العام من أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن من خلال محادثاتكم سعد السفير مع قيادات الحوثيين هل لديهم الاستعداد للنظر في تطبيق هذه القرارات وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216 أنا عرضت عليهم كل هذه الأفكار وكان كلامي نفسه متشابه في كل المناطق التي قمت بالزيارة ولم أرى هناك اعتراضا قويا على هذه النقطة القضية الآن تتعلق بحوار يمني يمني ولازم نجلس على الطاولة والممتحدة هي مسهلة ولكن لم أرى هناك اعتراضا لا من طرف الحوثيين ولا من غيرهم على أي من قرارات مجلس الأمن إلى حد الآن إذا لم يكن هناك أي اعتراض لا من الحوثيين ولا من الأطراف الأخرى على تطبيق هذه القرارات أين المشكلة إذن؟ ما الذي يعرقل الدخول في هذا الحوار مباشرة؟ نعم أنتم تعلمون أن القضية صعبة ولا يمكن أن نقول أنتم أسألتون إذا كان هناك اعتراضا بنقاشات التي قمنا بها وقلت لا ولكن عندما يتعلق الآن بالأمر بحل المشاكل السياسية الموجودة اليوم على الساحة وأنتم تعلمون أن القضية صعبة وتشعبت في الأسابيع الماضية خاصة بسبب الحرب الموجودة على واقع الأرض وبسبب فعلا التحرك العسكري الذي قاموا بيه إنصار الله والدخول في العاصمة وتشرد الحكومة المعترفة بها دوليا إذن هناك مشاكل حقيقية وعلى واقع الأرض وهذا هو السبب الذي فيه اليوم مؤتمر في الرياض التقت فيه الأطراف السياسية وكذلك كما قلت هناك مبادرة قام بها مجلس عفوا الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى اجتماع سيقام به في نهاية هذا الشهر والقضية ليست بالسهلة تطبيق دائما كما تعلمون الشيطان في تفاصيل ولكن نحن نقول أنه مبدئيا رأينا تفاعل واستجابة مع الأفكار التي طرحناها على كل الأطراف اليمنية التفاعل يبدو لي شخصيا أن يمكنني أن أقول بشيء من الحذر أنه تفاعل إيجابي ولكن كما قلت المحادثات لم تكن بسهلة أكيد أن لكل من الأطراف أفكار مختلفة ونحن ما نقوله هو المهم أن نأتي إلى الطاولة في هذا الإطار العام بدون أي شروط مسبقة وبإفكار وخاصة بصدر مفتوح وبالتفكير اليمني الذي كما تعلمون يتحلى بالحكمة اليمنية سعدت السفير من هي الأطراف التي تعرقل الدخول في عملية سياسية اليوم أنا شخصيا من خلال النقاشات التي قمت بها إلى الآن لا يمكنني أن أقول أن هناك طرف امتنع نهائيا من فكرة تسهيل من طرف الممتحدة لحوار سياسي لم أستمع إلى ذلك هناك بعض الأفكار التي طرحت وهناك بعض الأشياء التي لا شك تحتاج إلى نقاش أكثر وكما تتوقعون لن تخل في تفاصيلها هنا ولكن لم أرى هناك أي اعتراض بإمكاني أن أقول أنه سيمنعنا من الوصول إلى النقاش السياسي هل التقيتم بالرئيس السابق علي عبدالله صالح وعلى الأقل ما هي وجهة نظره فيما تعلق بهذا الموضوع هو طرف رئيسي في هذه المسألة لم ألتقي به شخصيا ولكن التقيت بكما قلت من العام للمؤتمر وأعضاء هامين من المؤتمر في الرياض وكذلك في صنعا وتحدثنا عن وجهة نظرهم وأكيد أن خاصة الجماعة الموجودة في صنعا يعني تمثل كثير من الأفكار التي يطرح الرئيس السابق لكن لم ألتقي به شخصيا الآن إذا لم يتم التجديد لهذه الهدنة هل بالإمكان القول أن العملية السياسية يعني باتت في مهب الريح في هذه المرحلة أهم من ذلك هو أن الوضع الإنساني اليوم كارذي جدا لا شك أن نحن ما رأيناه يعني كان ذلك يتعلق بتوفير المحروقات التي كما تعلمون هي مهمة جدا حتى بالنسبة لسيارات الإسعاف والمستشفيات والكهرباء وحتى الوصول على المياه من طرف يعني همية المحروقات النقطة الثانية هي الحاجيات في الأدوية والمستشفيات إلى آخر كل قضايا طبية وذل إذن قضية الغذاء وأنتم تعلمون أن اليمن عانى من أزمة غذائية من زمان وهو البلد الثاني من ناحية سوء التغذية عالميا بعد أفغانستان إذن حقيقة إذا لم يكون هناك تجديد لهذه الهدنة نحن كمم المتحدة نرى ذلك له تدعيات كبيرة على البلد وما زال أملنا كبير أنها ستجدد إن شاء الله سعدت السفير إيران كما نعلم يعني لاعب أساسي في هذه المسألة قوة إقليمية كبيرة هل لديكم اتصالات مع الجمهورية الإسلامية وما هو موقفها مما يجري اليوم برأيك نعم نحن لدينا موقف مع كل أطراب بما في يوم إيران أنا كان لحديث مفصل مع نائب وزير الخارجي الإيراني وكذلك مع سفراءهم في الممتحدة في نيويورك وفي صنعة عندما وصلت إليها وإلى حد الآن نحن نتحدث مع إيران خاصة أخيرا كما تعلمون على قضية القضايا الإنسانية والمساعدات الإنسانية والدور الذي يمكن لإيران أن تقوم به في هذا الصدد وخاصة التجاوب مع ذكرة أن يكون هناك تنسيق فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية ولكن نحن كمان نتطلع إلى دور إيجابي من إيران فيما يتعلق بالمحادثات المقبلة بمعنى تأذير على كل طرف من أجل أن يكون هناك تجاوب إيجابي إذن لدينا كما قلت تحديث مع كل الأطراب الأجنبية التي يمكن أن يكون لها مساعدة في القضية اليمنية سعدت السفير كما تعلم سلفك السيد جمال بن عمر لم يحالفه الخض في تحريك الأمور على ما يبدو في اليمن ما الجديد برأيك الذي يمكن أن تضيفه أنت في هذه المسألة لم يكن متوفر بالنسبة للسيد جمال بن عمر أولا أنا لا أوافق كالرأي لا أظن أن جمال يمكن أن يقال أن فترة هو كانت فاشية لا أظن أن جمال قام بعمل جبار في فترة صعبة إذا نظرنا إلى 2011 و2011 ولكن كمان لازم أن العمل لم يقتقم به الأمم المتحدة وحدها كان هناك دور هام لمجلس تعاون الخليج ودول أخرى مختلفة منها دول أعضاء مجلس الأمن وكان عمل فريق وكانت فيه نتائج إيجابية ولكن كل عمل بشري ليس معصوما من الأغلاط وربما هناك أشياء يمكن أن نبني عليها وهناك أشياء أخرى يمكن أن لا نتفق عليها ولكن على العموم أنا أقدر له الجهود الهامة التي قام بها بما يتعلق بالمرحلة الحالية أنا أظن النقطة الثالثة التي لدينا اليوم وهي مهمة النقطة الأولى هي الإجماع الدولي أنا حصلت بإجماع دولي عفل مجلس الأمن وبمساندة تامة اليوم كما سمعتهم الجماعة الجي فورتين اللي هما الجماعة 14 دور التي تساهم وتساعد قضية وتهتم بالقضية اليمنية لهم دعم كامل للمبعوذ الخاص للمين العام ولجهوده في توصل إلى حل سلمي النقطة الثانية كما قلت الاتصالات التي قمت بها مع الأطراف اليمنية والتقبل من الأطراف اليمنية لأي دور تقوم به الأمم المتحدة والنقطة الثالثة وهي الأهم والتي أريد أن أشيرها هنا إلى كل الأطراف اليمنية هو أننا ما زلنا لدينا الفرصة أن نقوم بحل سلمي ولكن هذه الفرصة معلسف كل يوم وما دامت هذه الحرب مستمرة كل يوم بعد يوم يعني يكون الفرصة صغيرة جدا وهذا شيخ مخيف لأنه لازم أن نتدارك من أجل أن نجد حل سياسي قبل أن تتفاقم القضية وتخرج من السيطرة شكرا جزيلا لك السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوذ الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن كان معنا مباشرة من الرياضة لأول مرة منذ إعلان الحرب والغراط على داعش وتشكيل التحالف الدولي الذي ينفذ العمليات تنجح عملية إنزال أمريكية في استياد أحد قياديه التنظيم الذي قلل من أهمية القتيل يعترف ولو ضمنا بأن أساس نجاح الإنزال هو اختراق أمني ربما يصل إلى أعلى هرم قيادته في عملية نادرة من نوعها نفذت قوات دلدة الخاصة الأمريكية عملية بطائرات بلاك هوك انطلقت من العراق وشنت هجومها في حقل العمر النفطي شرقية دير الزور العملية تصاعدت إلى تبادل لإطلاق النار قتل فيه أبو سياف أحد مسؤولي شؤون المالية والنفط والغاز في داعش كما أسفرت العملية عن اعتقال زوجته ومقتل مسلحين من التنظيم والإفراج عن شابة أيزيدية كان الزوجان يحتجزانها القوات الأمريكية كانت قد نفذت مناورة أرضية في شرق سوريا في يوليو من العام الماضي حين حاولت وفشلت في تحرير رهنتين أمريكيتين لدى داعش هذه المرة حسب الرواية الرسمية جمع الأمريكيون كفايتهم من المعلومات الاستخباراتية باستخدام الطائرات بدون طيار لكن الاستخبارات جاءت أيضا من مصدر آخر قد يشكل نقلة نوعية في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية فقد أخبر أحد قادة المستوى المتوسط في داعش صحيفة وول ستريت جيرنال الأمريكية إنه لا بد من أن خيانة ما قد حدثت وأن شخصا من نخبة التنظيم قد أخبر الأمريكيين بمكان وجود أبو سياف الذي يغير موقعه وهويته بشكل مستمر العملية تمثل نقطة مضيئة لجهود الولايات المتحدة في العراق وسوريا بعد تسجيل داعش مكاسب ميدانية في الأسابيع الأخيرة في كل البلدين بما في ذلك الهجوم على مدينة الرماد العراقية وهو ما يثير تساؤلا بشأن ما إذا كانت العمليات الأمريكية الأرضية استثناءا أم أنها ستتكرر الأيام القادمة ستمنحنا الإجابة لكن عملية حقل العمر تشير إلى وجود استراتيجية جديدة لإضعاف داعش عبر مهاجمة قياداته كما أنها تظهر استعداد الرئيس الأمريكي لإعطاء الإذن لعمليات سرية محددة ورغبته في إحداث تغيير ملموس بعد عدم تراجع داعش أمام أشهر من الغارات الجوية العملية ولدت مع ذلك بعض الجدل مع وجود بعض الانتقادات الدولية لمبالغة الإدارة الأمريكية في أهمية أبو سياف في التسلسل الهرمي لتنظيم الدولة لكن داخل أمريكا توالى الثناء حتى من النواب الجمهوريين المناغضين عادة لأي قرار من أوباما هذه المرة حس هؤلاء ونظراؤهم الديمقراطيون حكومتهم على استخدام المصادر الاستخباراتية الجديدة لتنفيذ عمليات نوعية وفعالة ضد داعش دون نشر قوات على الأرض المزيد من التفاصيل حول عملية الإنزال هذه في منطقة ريف دير الزور الشرقي مع جارير جارير عملية لافتة لا شك ولكن اللافت أيضا أن الموقف الرسمي السوري يقول أنه أيضا الحكومة السورية القوات السورية نفذت عملية في تلك المنطقة صحيح الحديث لربما يأتي عن شخص يختلف المصادر تقول بأن اسم الشخص الذي تحدثت عنه سلطات السورية هو أبتيم السعودي ولكن نحن نتحدث هنا في هذه العملية التي نفذتها القوات الأمريكية بإنزال ويعني لربما سأفرق بالإنزال هناك عدة لربما أصناف إنزال بالمظلات وإنزال الجوي نتحدث اليوم عن إنزال كوماندوز مباشرة نزلوا من الطائرات عن أبو سياف نتحدث هنا في حق العمر تحديدا أستعرض مهند بشكل سريع العراق وسوريا ونتحدث عن دير الزور هنا في شرق سوريا وحقل العمر النفطي حقل العمر النفطي هو حقل كبير ليس حقل صغير على الإطلاق ومحيطه محصن كله من داعش إذن عملية لربما الدخول على الأرض كانت شبه مستحيلة لذلك تم الاستعانة بالطائرات يتواجد في حق العمر أبو سياف وزوجته وقيل بأن هناك شابة إزيدية تتواجد هناك بداية العملية تمت عن طريق استخدام طائرات F-16 وطائرات F-15 قامت هذه الطائرات بالتوجه إلى الأطراف تحديدا وقامت بقصف عدة مواقع هذه المواقع جاءت بكل تأكيد للتمويه لأن هناك تحصين كبير في محيط هذا الحقل قامت بالتوجه طائرات F-16 و-15 وقصف أهداف في هذا المحيط تحديدا لربما للهاء ليسهلوا دخول طائرات البلاك هوك القادمة أيضا من القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في العراق وأود أن أشير إلى أنه كان هناك أيضا مشاركة من طائرة تدعى أوس بري V-22 أو V-22 وهي طائرة لديها القدرة على الإقلاع والهبوط على مدرج والإقلاع العمودي أيضا ولها سعة أيضا لإستيعاب العناصر الذين سيقومون بتنفيذ العملية هكذا كان التسير كان هناك طبعا دخول للمقاتلات مقاتلات بلاك هوك إلى المنطقة وحدث اشتباك بكل تأكيد وكان هناك تأمين أحد الطائرات كانت تؤمن الطائرة الأخرى وهي تقوم بعملية الإنزال عشرين شخص طبعا قاموا بهذه العملية عشرين عنصر بإضافة إلى مئة هذه العملية أسفر عنها مقتل أبو سياف طبعا والذي كان من المفترض أن يعتقل وهذه صورته قتل أبو سياف في هذه العملية أما زوجته فنقلت إلى العراق ويقال أنه يتم التحقيق معها والشابة الأزيدية تم تحريرها إذن أسئلة كثيرة تطرح لربما أيضا مهند في إطار هذه العملية سمعنا بأنه الرئيس الأمريكي في تصريحاته الكثيرة لم يكن هناك أو لا يوجد هناك قوات على الأرض وهذا مصطلح فيه خلاف أيضا في داخل الصحافة الأمريكية أو في داخل الأوساط الأمريكية الآن بالإضافة إلى أن سؤال يطرح الآن على الإدارة الأمريكية إذا كان الرئيس الأمريكي يرفض جوانتانمو ويرفض الإهام بالغرق وبكل تأكيد إن اعتقلوا أبو سياف لن يقوموا بدعوته إلى العشاء سيأخذه للتحقيق معه وسيمر في هذه المراحل ما الفائدة إن قتل فهو ليس ذو نفع إن كان قتيلا بدلا أن يكون معتقلا بعض الإجابات كانت تقول بأن زوجته هي قريبة وقد تلي ببعض المعلومات ولكن هناك من يشكك في هذا كما أشرت جرير اللافت في هذه العملية مسألتين أولا على الأرض يعني عمليات باستخدام يعني قوات برية أمريكية على الأرض السورية هذه أول مرة قد تشكل سابقة لسيناريوهات مشابهة في المصطفى كانت فاشلة السابقة يعني لربما أول واحدة منذ سنة ونصف تقريبا ولكن بالتأكيد الولايات المتحدة على الأقل الرئيس أوباما لن يسمح بنشر قوات أمريكية على نطاق واسع خارج نطاق هذه العمليات الخاصة التي ترفذها قوات من الدلتا فورس ومن قوات الخاصة يقوم لربما بوصفها يعني هي يعني التحرك السريع التي يعني هي مصطلع عسكري يستخدم بشكل أو بتحت إطار دفاعي مهند هذا كان لربما الخلاف أيضا في السحر خلينا نطلع من ضيفنا في القاهرة معنا من هناك المستشار مستشار المركز الإقليمي للدراسات الدكتور محمد مجاهد زياد دكتور زياد مساء الخير مرحبا بك معنا نتحدث عن عملية الإنزال الأمريكية أولا سابقة كما أشارنا قبل قليل وجود قوات أمريكية على الأرض السورية هل يمثل هذا أو يشكل نموذجا قد يتم اللجوء إليه في المستقبل إذا دعت الحاجة يعني دعنا نوصف ما تم بدقة واضحة القصف الجوي تم قبل عملية الإنزال هناك أحاديث كثيرة على أن أبو ساب قتل في القصف الجوي وبالتالي فهو كانت تتخوف القوات الخاصة الأمريكية من النزول قبل تدمير المنطقة بصورة أساسية وإلا لكان قد تم اعتقال أبو سياف إذا كان الإنزال قد تم دون تدمير المكان ولكن نفت السلطات الأمريكية أستاذ محمد ذلك وقالت بأنه حتى في تلك المنطقة المدنية في النصف بأن هناك مدنيين وهناك نساء وأطفال ولو قتل لكانت قتلت معه زوجته أستاذ محمد عن طب الغارات نعم إذا كان هو موجود في أحد المواقع الحصينة المنطقة ممتدة فيها مواقع وفيها مكان للمعيشة وفيه أماكن للعمل القصف تم بهذا الشك وإلا لماذا لم يتم اعتقاله كما اعتقلت زوجته إذا كان موجودا في المنزل دعنا ننتظر حتى تتكشف الأمور بعد ذلك فهذه المحاولة الثانية بعدما فشلت محاولة أولى وفي اعتقادي أن الاستخبارات الأمريكية التي تملك المعلومات الكافية في هذه المنطقة ربما كانت المخابرات الأردنية هي المخابرات الأقوى في هذه المنطقة بالتحديد وعلى اختراق داعش وأعتقد أن الملك الأردن بعد حرق الطيار الكساسبة توعد التنظيم داعش وقال أننا سنعمل على كافة المستويات وتوقعنا أو توقع المراقبون لحظتها أن المخابرات الأردنية سوف تكسف نشاطها لاختراق التنظيم والمخابرات الأردنية لها تاريخ طويل في اختراق داعش فلعلك لو رجعت إلى بداية تكوين للتنظيم في العراق كانت هي المعلومات الأردنية السبب في اغتيال أبو مصعب ونفس مؤسسة التنظيم بالضبط وأعتقد أن المعلومات جاءت من على هذا النحو هذا اعتقال أو قتل أبو سياف طبعا إنجازا لكنه ليس إنجازا كبيرا فالتنظيم داعش فقد حوالي عشرين من قياداته وأبو سياف ليس من العشر القيادات الأولى داخل التنظيم طب إذا لماذا تخاطر برأيك البيئات المتحدة دكتور زياد بالقيام بعملية إنزال من هذا النوع إذا كانت الشخصية المستهدفة ليست بتلك الأهمية وهذا ما أشرت إليه بعض وسائل الإعلام الأمريكية على بدل يومين الماضيين الإجابة على هذا السؤال ترتبط بالمتغيرات التي تحدث على الأرض في العراق وفي سوريا خلال الأسبوع الأخير هناك تمدد لداعش يعني هناك 3800 قصفة جوية منذ أول إبريل على داعش تمدد داعش بعدها في الرمادي كما أوضحتم لأن هذا المساء واقترب من حزام بغداد واقترب من الحدود السعودية بالأموار وقرب الحدود الأردنية وفي نفس الوقت تمدد داعش في سوريا في دير الزور بصورة كبيرة والأصبح له وجود في القلمون ويتحرك أيضا قرب درعة وبالتالي بدأ الحديث ما الذي تفعله التحالف الدولي في مواجهة داعش كان من الضروري أن تتم عملية نوعية على هذا الشأن لتؤكد أن يد القوات الأمريكية قوية وتحقق نوعا من الإنجاز كما يحاول حزب الله أن يفعل في القلمون الآن يعني هي محاولات لعمليات تعطي انطباعا عن قوة العمل وعلى أهالة إعلامية تغطي على الفشل الذي يتم لربما أبو سياف ليس الوحيد الذي يوجد هناك معلومات عنه أيضا مهند لدى السلطات الأمريكية والمخابرات هناك عدد كبير أستاذ محمد يقال أن أيضا هناك معلومات عن أماكن تواجدهم لربما أنا لم أستوفي الإجابة في البداية يعني عما سأل عنه مهند هل هذه استراتيجية جديدة أستاذ محمد لسيناريوهات من الممكن أن تتكرر هل هذه البداية فقط وبما أنهم قادرون هذا يعني أنها لن تكون الأولى ولا الأخيرة يعني هو الوحيد المتحدة الأمريكية هذا هدف أساسي بالنسبة لها استياد كل القيادات الخاصة بداعش لتعجيز التنظيم طالما أن العملات العسكرية لم تنجح حتى الآن على مدى عام سوى في أن تفقد التنظيم 25 إلى 30% بشهادة الخبراء العسكرين الأمريكيين من المناطق اللي استولى عليها هذا الكلام كان قبل الأنبار وقبل الرمادي هذا فقط في العراق في العراق أما في سوريا فهناك تمدد كبير الرقة تقضى على سيطرته يكاد يسيطر على دير الزور ريف حمص وريف حلب وتمدده في القلمون وتمدده في درعة ووصوله إلى مخيم اليار موك أيضا هذا التمدد لابد أن يواجه تحرك آخر هل استياد القيادات يصبح هدف استراتيجي لكنك تلاحظ أنه في ظل هذه العملية بالأمس واليوم والتمدد اللي حصل نقلت القوات الأمريكية بعد عدد من طياريها من قائلات الحبانية في العراق إلى الداخل أكثر بعيدا عن المنطقة التي فيها لأن داعش اقترب منها إذن هناك تراجع أمريكي يحاول أن تغطي بمثل هذه العمليات لكن ستبقى هذه العمليات هدف لأن استياد القيادات ربما يؤدي إلى تعجيز النظام أو ضربه في مفاصله الرئيسية دكتور زياد أشرت إلى مسألة مهمة قبل قليل وهي مسألة المعلومات المتوافرة عن هذه القيادات من خلال اختراقات معينة في كوادر تنظيم داعش وسائل الإعلام الأمريكية وبعض المصادر الأمريكية تشير إلى أن المعلومات بالفعل تم الحصول عليها عن طريق اختراق في صفوف داعش ربما من الجنسيات العربية ومن شمال إفريقيا تحديدا إذا كان هذا الأمر صحيح وإذا كان هناك اختراق خاصة على مستوى القيادة في داعش على ماذا يدل ذلك برأيك يعني هو الإختراقات تتم ولعلك المراقبون أو المتابعون لتعامل تنظيم داعش مع قياداته ولاحظ أن هناك على مدى ستة شهور الأخيرة تمت إعدامات لكنها ليست من القيادات العليا من القيادات الوسطى وخصوصا من الذين انضموا للتنظيم من خارج العراق يعني خاصة من شمال أفريقيا وعدد من الشخصات العربية واعتقد التنظيم أنهم مخترقين وتم إعدامهم يعني هذا الأمر أصبح متكررا عناصر يتم اختراقها ويمتبه التنظيم لذلك ويتم إعدامها وستبقى اختراق التنظيم هدفا رئيسيا لأجهزة المخابرات المعنية بمواجهة داعش أهمية يعني لا أعلم مدى أهمية سؤال ولكن بالنهاية أصبح هناك تجمع للزوجات لزوجات خيادية في داعش سمعت على الحدود اللبنانية والآن أيضا زوجة أبو سيف فأهمية الزوجة تتدرع بها بعض المصادر الأمريكية والسلطات الأمريكية بأنه لديها معلومات بكل تأكيد وهي تقف إلى جانب زوجها وكانت معه متلاصقة لفترة طويلة فيعني وكأن هناك صيد يعني بين أيديهم أستاذ محمد إلى أي مدى هذا دقيق أو مفيد أو يعطي مبرد يعني هو إذا كانت الزوجة تمارس عملا يعني إذا كانت ضمن أحد القيادات أو حتى القيادات هناك قيادات نسائية وهناك لواء الخنساء إذا كانت هذه السيدة جزءا من هذا اللواء أو هذه القيادة ربما تتوفر لديها معلومات لكن لعلك تلاحظ أن قبض على زوجة بن لادن وقبض على إحدى قريبات أو إحدى زوجات القيادات في لبنان تنظيم قيادات داعش ولم يسفر هذه الاعتقالات عن توفر معلومات حتى تاريخه الأمر يتوقف إذا ما كانت هي تمارس عملا تنظيميا أو كانت مجرد زوجة تجلس في البيت ولا تتولى أعمال ولا تطلع على أسرار مما يمكن أن تعتبر أسرارا استراتيجيا دكتور زياد لو نظرنا إلى الصورة الأشمل الصورة الأعام فيما يتعلق بمواجهة تنظيم داعش سواء في العراق أو في سوريا يعني رغم كل هذه العمليات ورغم كل هذه الضربات التنظيم لازال يحقق تقدما ميدانيا في الكثير من المناطق في سوريا هناك حديث عن تقدم في العراق الآن اجتياح للرمادي ومناطق كثيرة في الأنبار كيف نفسر هذا التقدم الميداني مع أن هذا التحالف ما زال مستمرا في ضرباته الجوية والآن عمليات إنزال وكل هذه الأمور الأمر في العراق يختلف عنه في سوريا في العراق التمدد ارتبط بارتباك الحكومة العراقية ذاتها فهي التي رفضت تسليح العشائر أو السنية لمواجهة والقبائل السنية أو الحرس الوطني السني الذي التزم به سيد العباد رئيس الوزراء منذ بيانه الأول خوفا من أن تذهب هذه الأسلحة إلى داعش وبالتالي فإن الحديث عن دخول الحجد الشعبي كان أمرا معلنا حتى قبل سقوط الرمادي وكان يزعد كل السكان المنطقة وهو بهذه الطريقة وفر ملازا أمينا لداعش من القوى السنية القلقة من دخول الحجد الشعبي بعد الممارسات العنيفة التي تمت في المناطق في محافظة صلاح الدين وديالي وغيرها فبالتالي هذا الموقف مرتبك القوات العرقية غير مدربة كافية لتواجه لعلك تلاحظ الانسحابات المفاجئة التي منحت له التمدد هناك نقطة أخرى رئيس الوزراء أعلن أو وزير الدفاع أعلن عن بدء عملية تحير الأنبار منذ شهرين وحدد الموعد وبالتالي أعطى فرصة للتنظيم للاستعداد لهذه المواجهة لعلك تلاحظ أن النقطة التي تمت فيها الانزال هي نقطة على الحدود ما بين الحدود السورية والعراقية وهذه النقطة أيضا قبل في أثناء الاحتلال العراقي احترال أمريكا أو وجود القوات الأمريكية في العراق تمت عملية انزال جوي هناك وتم قتل عدد من القادات كانت تتمركز في هذه المنطقة كانت منطقة العبور لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين التي أصبحت داعش من سوريا إلى هناك وهناك بيئة حاضنة قبلية لها في هذه المنطقة أما داعش في سوريا يتمدد لأن هناك علاقة واضحة تطور خطير ما بين الدول الإقليمية والدولية التي تواجه أو تقدم دعم لتنظيمات المعارضة وتقدم للنصرة وغيرها دعما وتركت داعش يتحرك ويتعامل مع النظام النظام يتحرك في مواجهة داعش وحده وداعش يحقق انتصارات وضعف النظام في الفترة الأخيرة واختلال التوازن العسكري في غير صالحة مكن التنظيم من أن يحقق انتصارات في منطقة دير الزور ثم هناك انقسامات من بعض التنظيمات الأخرى الفرعية أعلنت ولائها له فأصبح له وجود متقدم يعني هو لم يتقدم قواته مباشرة من الرقة إلى هذه المناطق لكن هناك مجموعات أعلنت مبايعتها له وأصبح هناك وجود رمزية له في تلك المناطق شكرا لك دكتور محمد مجاهد الزيات مستشار المركز الإقليمي للدراسات كان معنا مباشرة من القاملة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة